ويكتسب حوار الملامة في دورته الحالية أهمية بالغة نظرا للظروف والمستجدات التي تعصف بالمنطقة والناتجة عن ممارسات الفكر المتطرف تحديات هذا الفكر المتطرف تم الخوض فيها من قبل المتحدثين خلال مناقشات تحليلية اتسمت بصراحة والشفافية وأفضت إلى مجموعة أفكار ورؤى تسهم في اجتثاث مسببات الصراع والإرهاب شبح الإرهاب والتطرف ها هو اليوم بات يتخذ من المنطقة موطئة وإن كان قد اتخذ في بعض البلدان موطنا وهذا ما جعل دول المنطقة والعالم تمر بتغيرات سياسية تاريخية تغيرات تجدها في أعلى درجات التحالف من جهة ونزاعات عنيفة من جهة أخرى وفي حوار المنامة فتح ملف تحديات التطرف ونقش بشكل صريح وبناء وأخذ المتحدثون يبحثون السبل في مكافحة التطرف فمن جهته استند صلاح الدين رباني وزير الخارجية الأفغاني في كلمته على التجربة الأفغانية في مكافحة الإرهاب يتيح حوار المنامة الفرصة لتبادل وجهات النظر ومناقشة الموضوعات المتعلقة بكيفية محاربة الإرهاب والمتطرفين الذين يشكلون خطرا إقليميا ودوليا في حين أخذ الدكتور خالد خوجة رئيس الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أخذ ينتقد ممارسات النظام السوري ووصفه بأنه إرهاب غريب على طبيعة المجتمع السوري الذي سيحقق الحل السياسي بصموده كي نحارب التطرف يجب أن نعالج جزور هذا التطرف وأن نجعل رئيس النظام بشار الأسد محاسبا أمام ما اقترفه من جرائم على مدى الأربع سنوات الماضية وعلى ضفة الصراعات والتحالفات في الشرق الأوسط وفي حوار صريح هو الآخر أعربت من خلاله الدكتورة أرسولا فون ديرلاين وزيرة الدفاع الألمانية عن استيائها بشأن كثرة النزاعات العنيفة وقلة التحالفات الأمر الذي بات يهدد الأمن الإقليمي إنه حدث هام للغاية حيث يشكل هذا المنتدى فرصة لنا لتبادل غبراتنا والعمل معا لحل المشكلات التي تواجه المنطقة وخاصة في سوريا والعراق بغية التوصل إلى حلول لهذه القضايا الملحة من جانبه تطرق السيد خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي في كلمته إلى ما وصلت إليه الحكومة العراقية في محاربة تنظيم داعش مؤكدا ضرورة بناء حوارات دفاعية بين دول المنطقة وجدد في الوقت نفسه حاجة الحكومة العراقية لمساعدات الدول الصديقة في دعم استقرار العراق مخاطر من كل حدب وصوب تهدد استقرار المنطقة والعالم ولعل ما يتمخض من جلسات المنتدى من أفكار ورؤى تفضي إلى تأسيس اتفاقات تقود المنطقة إلى بر الأمان عالم شوهت ملامحه الصراعات التي لا يمكن أن تعالج إلا بإزالة مسببات الفكر المتطرف وهذا ما يتيحه منتدى حوار المنامة في أن يجد دعائم تسهم في محو هذه التشوهات بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر